وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصانع عشر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التوجهات الصادرة بتولي هيئة تنمية صناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر على أن تصدر رخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من عشرين يوم عمل وعشر مدبولي إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها سعيا من الدولة لتقديم المزيد من التأثيرات بما يسهم في تعميق الصناع الوطنية اتحركنا مؤخرا في موضوع الأراضي كان دايما هناك شكوى طب أنتوا بتطرحوا الأراضي بس أليت الطرح ما بتمكنناش كمصنعين حقيقيين أن احنا نحصل على الأراضي اللي احنا محتاجينها في الأماكن اللي احنا عايزين طلعنا قرار أن احنا سيبقى الأراضي أساس إتحتها موضوع حق الانتفاع أو شرى الأرض أو بيع الأرض ولكن أساس التسعير في كل التوجهين سعر المرافق فقط لغير مع تيسيرات في السداد عشان أشجع المصنعين أن هما يحصلوا للأراضي اللازمة لإنشاء المصانع بس بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن موضوع الموافقة وكانت دي دائما أن الشكوى من الحصول على العديد من لابد عشان نعمل مصنع أنا عايز محتاج كعب داير ألف على أكتر من جهة في الدولة علشان أن أنا أحصل على الموافقات بتاعتي أصدرنا التوجيهات أن الكلام ده كله يتم من هيئة التامية الصناعية وهي اللي تبقى ملزمة بعد كده أنها تجيب كل الموافقات بتاعة باقي الجهات ترجمة نانسي قنقر